كائنات الحية أو لا فقارية تحتاج إلى الطاقة والطاقة هذه لا يمكن أن تحدث هذه الطاقة إلا بوجود الأكسجين وقد تلجأ بعض الكائنات الحية أنها يكون في بيئتها لا يوجد فيها أكسجين فتضطر أنها تتنفس بطريقة أخرى لكي تحرر الطاقة في الخلايا راح نعطيك نبذة عن التنفس التنفس في الكائنات الحية ممكن يحدث في طريقتين يكون هوائي أو لا هوائي هوائي معناته يوجد عند الأكسجين لا هوائي يعني معناته الأكسجين غائب في محيط هذا الكائن الحي فلازم تعرف بالأول أن الكائنات الحية مثل عند الإنسان الحيوانات النباتة وأيضا خليات بعض الكائنات وحيدة الخلية مثل البكتيريا أي أن كان هذه الخلايا تحتاج إلى أكسجين لكي تحرر هذه الطاقة لكي تستطيع أن تتحرك أن تقوم بعملياتها لتقوم بها عادة التنفس لاحظوا العلماء أنه هوائي ولا هوائي هوائي معناة وجود الأكسجين لا هوائي معناة البيئة هذه لا يوجد فيها أكسجين فشون الجسم أو الخلايا تحرر طاقة نحن نقوم بالعمليتين مع بعض لكي نحرر ماذا طاقة هنا عندك هنا معلومة عشان أنا أقدر أحرر طاقة مرات جسمي ترى يحتاج إلى أكسجين عشان يحرر لي طاقة ومرات ممكن خلايا جسمي وليس الجهاز التنفسي أكتب خلايا الجسم أو الخلايا الخلايا قد تلجأ إلى تنفس لا هوائي لكي تساعدني على تحرير طاقة لكن التنفس الهوائي يعطيني طاقة كبيرة جدا أما التنفس الهوائي يكون الطاقة قليلة وضائلة جدا على حسب المستطاع لكي يقوم جسمك بعمله اللازم نأتي الآن شلون هذه الكائنات الموجودة عندك الأمثلة هنا تأخذ هذا الأكسجين لكي تحرر طاقة لجسدها في داخل خلاياها طبعا ربنا أنعم هذه الكائنات الحياة بوجود أعضاء لتبادل هذه الغازات اللي هو أخذ الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون نلاحظ أن الأسماك لديها على جانبي الرأس هناك جهانز مختلف تماما عند الإنسان اللي هو الخياشيم والخياشيم أنا سميها دائما مثل فلتر يفلتر لك الأكسجين الموجود في الماء يعني دائما هنا يصير فيه خطأ أن يقول الأسماك لتنفس الأكسجين لأ الأسماك تتنفس الأكسجين لكن نوع الأكسجين هو المذابع في الماء فشون تأخذ السمكة أو السمكة هذه كيف تأخذ هذا الأكسجين تأخذه عن طريق الخياشي مثل الفلتر تطرد الماء تطرد ثاني أكسيد الكربون وتأخذ الأكسجين إلى خلايا الجسم عشان توطيها طاقة أيضا عندي الخميرة تتبر كائنات وحيدة الخلية تنتمي إلى مملكة الفطريات تستطيع أن تتنفس طريقتين هوائي ولا هوائي فهني اللي هو التنفس الهوائي عن طريق الانتشار تأخذ غاز الأكسجين وإذا ما قدرت تأخذ غاز الأكسجين في بعض الأحيان في بيئتها تلجأ إلى عملية يوم ما يسمى بالتخمر ما أديرنا مطالبين فيه ما توقع أنتم مطالبين فيه هو التخمر أن يكون الأكسجين قائف في هذه البيئة فيلجأ إلى طريقة أخرى لتحرير طاقة نأتي الآن إلى النباتات وإحنا خذنا في مراحل سابقة أن النباتات في الورقة يوجد هناك ثقور وهذه الثقور هي فتحات صغيرة موجودة على الأوراق لا ترى بالعين المجردة هي من خلالها يستطيع النبات أن يتبادل غاز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بس ركزوا معا جميع الكائنات الحقيقة تتنفس الأكسجين يعني النبات يتنفس يأخذ بالأكسجين يدخلها داخل الثقور لكن فقط عنده بناء الضوئي اللي هو صنع القذاء يحتاج إلى ثاني أكسيد الكربون أتمنى أن تركزون في المعلومة هذه النباتات مو فقط بس تعيش على ثاني أكسيد الكربون لما تبدأ تصنع قذاؤها أو تقوم بعملية البناء الضوئي فتبدأ يعني تعطي أمر للثقور بينها تدخل ثاني أكسيد الكربون عشان تبدأ تصنع قذائها لكن عملية التنفس في النبات يدخل الأكسجين داخل هذه الثقور ونأتي إلى أغلب كائنات الحية الفقارية مثلا عند الحيوانات المتواجدة وأيضا الإنسان يحتاج إلى أغلب تبادل ألا هو الرئتان الرئتان يساعدون أو يساعد الكائنات الحية في تبادل الغازات في دخول الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون نأتي الآن إلى المثال موجود عندك هنا معطيك ثلاث أمثلة طبعا حط لك فأر وهنا نبتة وهنا فأر ونبتة لاحظوا في التجربة الأولى في الفأر هذا اللي قام العالم لقى أن الفأر هذا بعد فترة يموت هذا الفأر لماذا؟ بديهيا أن الفأر يحتاج يتكون جهازا من الرئتين والرئتين لازم يكون فيه أكسجين هنا يكون فيه أكسجين داخل القنينة الزجاجية هذا فيه أكسجين لكن قاعد يستهلكه عندي الفأر فالفأر كل مرة قاعد يأخذ الأكسجين الموجود وقاعد يطرد كمية كبيرة مثل أكسجين الكربون لاحظوا هذا كله داخل يعني هو داخل القنينة فهي راح تصير هنا مشكلة راح تزيد كمية ثاني أكسيد الكربون فرح يقتنق الفأر راح يموت هنا أيضا نفس الطريقة عندي في النبات ممكن يستفيد في فترات معينة من ثاني أكسيد الكربون اللي قاعد يطلقه من عمية التنفس داخل الزجاجة لكن هنا راح تزيد عندي أيضا نفس الطريقة راح تقل عندي الأكسجين ورح يزيد عندي ثاني أكسيد الكربون أيضا يؤدي إلى اختناق هذا النبات عشان تشيري هذه التجربة دلت كثيرا على اللي كتبت هنا أن النباتات تتنفس الأكسجين ني هنا لما دمج النبتة مع الفار في موضع واحد لقى أنه تطول معاي الفار وأيضا طولت معاي النبتة أنها تعيش في فترة طويلة لماذا؟ لأنها صار في تبادل ماذا؟ غازات صار في اتزان شنو الاتزان؟ يعني هذا يطرد ثاني أكسيد الكربون ويتنفس ماذا؟ الأكسجين صح؟ حلو لما يطرده في عملية البناء الضوئي اللي كتبت هنا النبتة راح تاخذ الأكسجين فرح تقللي كمية ثاني أكسيد الكربون عفوا رح تقللي كمية ثاني أكسيد الكربون لكي توصنع قذائها وهذا قاعد يطرد ثاني أكسيد الكربون وهذا قاعد تطلع الأكسجين في تصير عملية تبادل فرح تصير هناك توازن بين الأكسجين وبين ثاني أكسيد الكربون فهذا هو مرخص أن الكائنات الحية لماذا تحتاج إلى الأكسجين أو عملية تنفس معينة سواء كانت هوائية أو لهوائية بوجود الأكسجين أو بعدم وجود الأكسجين هي كلها عشان تجعل الكائنات الحية تطلق طاقة لكي تساعدها أنها تقوم بعملياتها الحيوية داخل أكسامها وبشذي ننهي حصتنا اليوم ترجمة نانسي قنقر